السلام عليكم اشتركوا انه انا شو لازم اعمل لحتى اوصل لأحصر التشخيص بحالات معينة خليني ابدأ بتعريف نقص الصوديوم انه هو ان اضطراب نقص الصوديوم اقل من 135 طبيعي 155 145 لما يكون اقل من 120 يعتبر شديد ذكروا نقص الصوديوم يعبر عن نقص تركيز الصوديوم لا يعبر عن كمية الصوديوم الكلية وفاكيتها الكلام بجزء الاول من المحاضرة رجعوا اسمعوها مرة تانية بما سمع جزء الاول الحالات الاشيعة والي هي الاصعب حقيقتا هي الهايبو اوزمولار هيبو نتريميا نقص الصوديوم ناقص الحلولية حلوية البلازمة تلعب دور بالتشخيص التفريقي لنقص الصوديوم فانا لازم ابحث عن حلوية البلازمة اولا وبعدها اذا كانت منخفضة وهي حالة الاشيعة والاصعب فانا بتطلع حالة الحجم البيعي وهيبوفوليميا وهيبوفوليميا وهي بتقسم حالة نقص الصوديوم لتلات حالات في عندي حالات نقص الصوديوم اللي هي true hypovolemia true hyponatremia نقص الصوديوم الحقيقي اللي بترافق مع نقص the osmolality هاي الحالة اللي هي بيعقوا فيها كل الطلاب أو بيخربتوا فيها حقيقة هلأ في عندك نقص الصوديوم اللي بترافق مع normal serum osmolality serum osmolality isotonic بيكون 280-25 حلوية البلازمة الطبيعية فبيكون البلازمة بيسر الحلوية تبعها طبيعية بس الصوديوم نازل فهذا بسموه sodo hyponatremia هذا بيترافق مع فرط الليبيدات فرط الشحوم وفرط البروتينات بالمقابل في حالات بيكون osmolality telplasma عالية أو serum عالية بتكون hypertonic hyperosmol more than 295 255 أو أعلى 255 وهي بتترافق ربما مع حالات فرط السكر hyperglycemia وحالات السعمال المنيتون مثلا الخارجية نجرح كل حالة نبدأ بحالات sodo hyponatremia نتبع الhyperproteinemia والhyperlibrimia نشرح بعدها الhyperglycemia وبعدها ننتقل لحالات نقص السوديوم الحقيقي بحالات sodo hyponatremia بحالات اللي بتترافق مثل ما مع فرط الشحوم أو فرط البروتينات هي عبارا خطأ بالقياس السوديوم تركيزه طبيعي بالماء الماء الموجود بالبلازمة أو الجزء بالماء التركيز للصوديوم فيه طبيعي بس جزء الصلب التركيز الصبيعي بالماء لكن اللي بيصير هو خطأ بالقياس الجهاز ما بيعرف أنه أنا هذا الماء اللي جزء من الماء نائس ما هو عارف أنه جزء الماء اللي بالبلازمة بها الحالة المرضية منخفرة عم يأسيوم الجهاز أنه البروتينات تركيزه طبيعي والشحوم تركيزه طبيعي وبتالي يكون جزء الماء من البلازمة حوالي 3% فبيعتبت هذا القياس المشكلة أنه البروتين بيكون عالي أو الشحوم بتكون عالي وبتالي جزء الماء يكون منخفض ما حال يقول الجهاز هذا يخطأ بالقياس بشرح هذا الكلام الشيء الطبيعي أنه في عندي جزء صلب من البلازمة في جزء مائي من البلازمة والووتر الطريقة اللي بياخدوها بالفليم فوتو ميتري ممكن ربما أطب المخبر من البلازمة بيبددوها عشر أضعاف وبياخدوا تركيز الصوديم على أساسها وهو هذا التركيز الصوديم النهائي التركيز الحقيقي بينما لو يكون جزء صلب من الماء من البلازمة عالي الجهاز بيعتمد نفس الطريقة بيرد بياخد جزء من الماء بيمدده بيفترض أنه هذا الماء هو 300 من حجم البلازمة وبيمدده بنفس الكمية وبالتالي تركيز الصوديم ينخفض بس هذا التركيز الخفض هو تركيز خاطئ التركيز الصحيح هو هنا لو أخذنا هذا الجزء واعتبرنا أنه هذا الجزء أقل من 390% حسبناها هيكون تركيز الصوديم طبيعي وبالتالي ما عندي مشكلة صوديم أنا أبدا عندي مشكلة خطأ بالقياس كيف نشخص الحالة باعتمد أجهزة ثانية الpoint of care اللي هو أجهزة بإيس السكر أحيانا في تحية ثانية من الشوالد الصوديم وغيره بإيسوها على سرير المريض وبطريقة القياس المباشر أجهزة الغازات الدم نفس الشي بتإيسها بشكل مباشر ما بتمدد وبالتالي أنا إذا لقيت شكيت بهذا الموضوع ما عندي تحليل البروتين أو تحليل الشخون بإيدي فينا نروح عيد العين على غازات الدم مثلا إذا كان بتوفر هذا الجهاز أو point of care وإذا كان في discrepancy أو فرق فكر بالسوديو هايبو نترينيا نقص السوديوم الكاذب حلولية البلازمة عادة ما نقاس بطريقة ال-dilution وبالتالي إذا أجهزت حلولية البلازمة ستكون طبيعية بهالحال لأنه أصلا المشكلة مثل ما Ion Selective Potentiometry اللي يبتئيس بشكل مباشر بدون ما تعمل dilution وبالتالي حتى بالمخابر الحديث ربما هذه الأجهزة متوافرة مرة يصير هذا التشخيص الخاطئ اللي هو السوديو هايبو نترينيا شو هي أسباب السوديو هايبو نترينيا ونخص السوديو من الكاذب إذا كان السيروم اللي هو زيادة الشحوم إذا كان في عندي بلازمة ديسكرانسيا اللي هي الفرطة للبروتينات أو إذا كان في عندي حتى بالأبسلكت في جندس والسبب أنه زيادة الكوليسرول اللي بترافق مع زيادة لايبو بروتين X اللي هو بروتين وبالتالي بيساوي خطأ بالقياس فرطة الكوليسرول العائلة بالمناسبة ما بيعمل خلال ما بيعمل نفس الخلال لنه ما بيزي لايبو هيبوناتينيا ماذا عن فرط السكر هيبوناتينيا الآن الشي طبيعي أنه أنا في عندي هذا جزء الداخل الخلوي وهذا الجزء الخارج الخلوي وهذا الغشاء الخلوي في عندي منحلات هون منحلات هون على فرطة هيد صوديوم هيد كوتاسيوم عم تحافظ على الماء على جانبين غشاء بدون ما بيكون في عندي مشكلة أوزموسيس ما بيكون من طرف لطرف يكون متوازن على الطرفين لو أنا صار عندي نقص أو عوز بالإنسولين السكر تراكم خارج الخلايا وتحول لإفكتف إزمولايد وسحب الماء عمل من جو لبرة وبالتالي هون إذا تنتبهوا تركيز الصوديوم انخفض فهو نقص صوديوم حقيقي بس بيسمحرط بسبب فرط هايبرغيسيوم بسبب فرط السكر لو عطيت إنسولين السكر حيروح يجع على جوه والماء حيلحقه وتركيز الصوديوم حيتصلح هل ربما بحالات فرط السكر في عندك سؤال ربما هل نقص الصوديوم اللي موجود يتناسب مع فرط السكر ولا في نقص صوديوم حقيقي ففي طريقة لتعديل هذا الموضوع في شي اسمه كوريكت سيليوم سوديوم كل 100 أعلى من 100 يعني أعلى من 5.5 كل 100 ميلي جرام من السوديوم بصلح من السكر وبصلح الصوديوم فيه المقدار 2 يعني فرط السكر كان 500 فأعلى من 100 قدش مقداره 400 كل 100 منهم بياخدوا 2 فأنا بصلح الصوديوم مقدار 8 بهالحالي 400 ناقص 500 ناقص 100 بيطلع 400 تأسيم 100 فيه 4 ضرب 2 بيطلع 8 على فرط إياس الصوديوم بالمصر كان 125 فالصوديوم الطبيعي 155 زائد 8 تعديل صوديوم بيطلع 133 يعني أقرب للطبيعي فما عندي ناقص صوديوم حقيقي بينما كان الصوديوم بهالحال 120 فأنا 120 زائد 8 هيطلع من 128 ففي عندي ناقص صوديوم حقيقي فهذا طبعا تأدير العامل الفاكتور كان حالين 2 بقى الدراسات الحديثة سابقا كان يقول 1.6 هو كله تأدير بالنهاية أنا بهيك الحالات بصلح ناقص فرط السكر وبعدين بتطلع على الصوديوم بشوف عن تصلح ولا لا أو غالبا بتصلح هل هل هدول المرضى لما بسيهم عن ناقص ناقص صوديوم حينزل تركيز الصوديوم وطبعا ما تمنى أنه ناقص حقيقي بس في عندهم فرط بالسكر فرط السكر عم يعمل hyper osmolality وبالتالي ما يكون في عندهم خطر الوزمة الدماغية الوزمة الدماغية هون بتصير لما يصير تخفيض السكر السريع خاصة عند الأطفال لما بتخفض السكر برضى حماد السكر في معدل لتخفيض السكر إذا خفضته بشكل كبير الحلولية بالمصل تنزل بشكل سريع لأنه ينزل السكر وبالتالي ممكن المريض يتعرض لوزمة دماغية الطفل يتعرض لوزمة دماغية وممكن يساوي أعراض عصبية فالمشكلة ما عادة مهي بالسوديوم بحد ذاتها مشكلة بالسكر وتنزيل السكر حاليا نجي للجزء الأهم من المحاضرة هو هي نقص السوديوم الحقيقي ومثل ما أنه نقص السوديوم الحقيقي يترافق عادة بعدم قدرة المريض على طرح الماء يتناول الوارد عالي من الماء وكلي ثم تطرح هذا الوارد العالي وبالتالي يتراكم الماء عنده داخل الجسم فإنزال تركيز السوديوم داخل الجسم سواء أخذ هذا السوائل على طريق الوريد أو شرب بشكل بإيد من جهاز الجي آي من الفم والكلية ما عم تقدر تطرح هذا المقدار الزائد ما أكثر من قدرة الكلية على طرح سواء الخلل بالكلية نفسها أو بسبب زيادة إفراز الاد فالماء الحر عم يتراكم بالبدن يوم عن يوم ربما وساعة عن ساعة وتركيز السوديوم عمين خفل فشو هو التشخيص التفريقي الهايبونتريميا عدم قدرة الكلية على طرح الماء الحر إما بسبب قطور متقدم لما الـ GFR يوصل إلى 15 ونازل قدرة الكلية على طرح الماء الحر تنقفض عادة الماء الحر يطرح بالكلية حوالي 10 من الـ GFR فلما يكون GFR طبيعي 120 الإنسان الطبيعي بيقدر يطرح حوالي 10 إلى 12 لتر يوميا إنه هذا العشرة هو الأقل إذا كان كليا طبيعية تماما كلما تقدمت الإصابة الكلوية بين أصاد المقدار فلما يوصل إلى 15 GFR يكون قدرة الماء على طرح الماء الحر لتر أو لتر ومص يوميا فلو شرب لترين أو 3 لتر يوميا ماء هو GFR 15 الحر هو الإفراز الزائد لهرمون ADH هذا الإفراز الزائد قد يكون ملائم أو غير ملائم ملائم بمعنى آخر فيه محرد لإله طبعا ممعته ملائم إنه هو شي طبيعي محرد إما بسبب نقص حجم حقيقي على تنقص الحجم مثل ما إنه بحرد إفراز ADH وتذكره بالجزء الثاني من المحاضرة أو بجزء الأول من المحاضرة وتحكيت العلاقة بين الهايبوفونيميا وبين ADH تنظيم الحجم الهرمونات بتنظيم الحجم والهرمونات اللي بتنظيم الحلولية اللي هي الأوزموليتي فالADH للأسف بحالة نقص الحجم الشديد يتفعل فهذا الشي ممكن يساهم بإنه المريض خاصة إذا شرب سوائل مصفطة التوتر الحلولي إنه ينحبس الماء بالجسم وبالتالي يقدر يطرح وبينزل تركيز الصوديوم لما بيكون في عندي نقص الحجم الدموي الشرياني الفعال بمعنى آخر الكلية الحجم الكلي بالجسم عالي لكن الكلية عم تشعر في إنه نقص حجم على قصور القلب الشري أو التشمع الكبد إنه كمان الADH بيمفرز بشكل كبير وبالتالي هدون المرضى بيتعرضوا لنقص الصوديوم وهذا الشي بيشوفوه بقصور القلب المتقدمة لقصور الكبد المتقدمة الإنأبروبريات وهو متنازمة السيادج سيندروم في إنابروبريات ADH ريليس في محرض عم يخلي الADH ينفرز بشكل غير ملائم الحلولية تبع البلازمة منتفضة لازم الADH يتطبق هون عم ينفرز بشكل غير ملائم وبالتالي عم يتضعف قدرة الكلية على طرح الماء الحر ثم يتناول الماء حر زيادة أو يشرب موية زيادة عم ياخد سوائل وريدية زيادة حر وبالتالي عم يتراكم الماء عنده وعم ينزل تركيز الصوديوم هذا هو التشخيص التفريق لنقص الصوديوم الحقيقي هذه المقالة كل مرة أنا ووصل لهذا السلايد أذكر الزملاء اللي عم يتابعوني أنه يرجعوا للمقالة هاي المقالة لخصت هذا الموضوع المقالة الحديثة بتجامع في 2022 هاي العنوان تبعها خليلي أبدأ من الجزء الأخير أنه أنا في عندي نقص صوديوم هايبوتونيك يعني نقص صوديوم حقيقي بسبب زيادة الماء وعدم قدرة المريض على طرح الماء يعني الماء الامتاج أكتر من اللوث ويتعي توازن ماء إيجابي الماء عم ينحبس ليش عم ينحبس الماء إما أنه عم يشرب كتير فهذا سبب أو أنه في عندي الكلية ما عم تقدر تطرح هذا الماء ليش الكلية ما عم تقدر تطرح هذا الماء إما بسبب قصول كلية متقدمة مثلا أو في عندي ارتفاع بتركيز ال-ADH ارتفاع تركيز ال-ADH إما في عندي متلازم تسيادة أو في محرر ارتفاع ال-ADH سبب هايبوفوليميا سواء كانت هايبوفوليميا حقيقية أو أنه في عندي نقص بالحجم الدم الفعال اللي هو اللي بيوصل للكلية بيكون في عندي هايبوفوليميا ولكن الكلية بتحس أنه في عندي نقص حجم كما في حالة قصور القلب متقدم أو تشمع أو حتى نيفروتك سيندرون كمان سلايد حلو مرة ثانية أنا ربما يعني دقوا فيه مرة ثانية طبعا زي ممكن نبدأ فيه من الأعلى ال-Hايبوفوليميا على تفرق الحجم الإيوفوليميا عفوا هايبوفوليميا والإيوفوليميا وكلها بتوصلني بالنهاية النفس النتيجة وهي هايبوتونيك هايبونتريميا هذا ال-workup تبع مريض نقص الصوديوم الحقيقي أنا عملت الأزموليتي تبع البلازمة وكانت مخافضة في عندي ترو هايبوفوليميا أنا لازم قدر حالة الحجم الوعائي للمريض قديش الحجم عند المريض هل هو هايبوفوليميك هل هو هايبوفوليميك أو هي هايبوفوليميك طبعا تقدير حالة الحجم ما لأمر سهل مرضى قصور القلب عادة ما بيخبه حالا ومرضى تشمع الكبد ما بيخبه حالا عادة بس أنا فيني يقول أنه يعني مريض تشمع الكبد أو قصور قلب ما هيكون يعني أنا مرة مرات كشفت مريض تشمع الكبد من وراء نقص الصوديوم طلبنا التحالي فطلع في تشمع الكبد ما كان مخي حقيقة هل هو كان السبب الوحيد لنقص الصوديوم ربما بس يعني مو دائما بيكون ظاهر السبب بس عادة بيكون ظاهر نقص الصوديوم من الترافق مع فرط حجم وقصور قلب أو تشمع الكبد بيكون موجود أدبانس كليا نفس الكلام أنا عمل جل كرياتني وطلع عادي أربعة أو خمسة كروني كيديا أو أكيوت مثلا المريض ما عم يدربه وهي كلا تفسرت رأسا أنه في عندي سبب نقص الصوديوم هلأ وين بصير الخلاف حقيقة أنه بيكون في عندي مريض نقص صوديوم ما نواضح عنده عراض هيبوفوليميا عراض نقص الحجم ما نصاريحة عنده فأنا هون بحتار هل هو يريد إيوفوليمي كان هو ناقص الحجم أو طبيعي الحجم لو يعني خليدي أقول لو كانت عراض نقص الحجم صريحة بطلع أنا على اليورين صوديوم كونسنتريشن إذا كان عالي معتل السبب ضياع الصوديوم هو الكلوي سبب الإدرار الزائد سبب الإدرار الحلولي مثلا المرضى السكر أو إذا كان كني عم تحبس الصوديوم فما عدت في عندي سبب غير كلوي لضياع الصوديوم سبب ربما الديارية أو الهيموريج النزف فأنا هون ربما يعني تركيز الصوديوم بالول بيساعدني شوي أو حتى الفينة مثلا بتساعدني بيعرفت شو سبب نقص الحجم الإيوفوليميا عادة إما أنه في عندي شرب ماء زائد أو في عندي عدم أو في عندي نقص السوليوت شرحتها في المحاضرة الثانية أنه الكرية بحاجة لمقدار معين السوليوت المنحلات لا تقدر تطرح في الماء بهدول الحالات المريض عنده الإيماهة زائدة فبيكون البول ممدد كتير الـ ADH مثبت ما في عنده مشكلة الـ ADH أصلا الـ ADH مثبت أنا بتطلق بعرف الـ ADH إذا كان عم ينفرز أو يثبت من خلال النظر إلى حلولية البول الـ Osmolality إذا كانت أقل من 100 فالـ ADH مثبت إذا كانت أعلى من 100 فالـ ADH عم ينفرز طبعا عم ينفرز هون بشكل غير ملا أن الحلولية تبع البلازما منخفض لازم يثبت فهون الاستجابة الطبيعية عم تصير عم يثبت الـ ADH والـ BOL عم يكون ممدد كتير لاحظوا قد يأتي الـ specific gravity تبع الـ يورين كتير منخفضة ومع ذلك طبعا الصوديم عم يكون نازل لأنه أصلا هدولي ما عنده مشكلة تحجم أصلا سببه أنه عم يشرب موية زيادة بس ما عم تقدر كلي تطرح كل هالموية أو ما عم يقدر يطرح لأنه ما عم يأكل منحلات بشكل كافي وبالتالي لاحظوا بالمقابل لو كان عندي حلولية البلازمة أعلى من 100 وعند تركيز الصوديم عادة أكثر من 30 لأنه دول ما عنده نقص حجم أصلا عنده الحجم الطبيعي وبالتالي مهما أعطيتهم صوديم حيطرحوه الـ أعلى من الطبيعي لأنه عنده حلولية عالية هدول حيوقعوا تحت 3 تشاخص أفريقية إما هنن سيادتش أو هنن أديسن أو هنن سيفير هايبوثيروديزم تعمل TSH تعمل الخبارات القذر إذا كان نفيت هالحالتين وطبعا ما بيخبو حالهم لازم يكون عندك سيفير هايبوثيروديزم يعني لازم يكون عندك كومة عندك مريض سوبات سببه نقص أو قصور درقي أو عنده متلازمة متلازمة القذرية متلازمة تأديسهم بتكون في عنده حرارة بتكون في الأعراض ما بتخبي حاله أبدا فهدول ممكن لازم تنفيهم بحال أبما تحت تشخيص السيادة نفيت هاتين تين هادول ما كانوا سررية الظاهرات فأنت أبما بتشخيص السيادة أتمنى كمان هذا السلايد وعلي هذا الورك أب تبع مريض نقص الصوديوم الحقيقي هلا لما بيكون هايبروفولومي إذا كان الصوديوم بالبول عالي فهذا إصابة كيلية الكيلية مصابة وعم تطرح صوديوم إذا كان الصوديوم بالبول منخفض هذا بيتناسب مع تشخيص فصول قلب أو تشمع ونفروتك سندروم عن هدول المرضى الكلية بتكون فيه وانشغالة بعدها وهم تحس إنه فيه عنده نقص بالحجم والمتاب بتحاول تحبس الصوديوم بقدر الإمكان وهذا سبب اللي بيصير عندهم فرط الحجم بهدول المرضى منيجع الحالات مناخدهم وحدة ورد تاني مرضى الذهان أو إصابات العصبية العطاش البدي هون في عندي إصابة عصبية عم بتحرد مركز العطش العطش عم يكون زيادة ربما يكون عندهم درجة من السيادة شو بالتالي بيكون قدرة الكريعة طرح الماء أقل ممكن يشرب المريض هون بالحال بهدول الحالات 10 لتر يوميا 15 لتر مجرد تجاوز المقدار اللي بتقدر كي تطرحه اللي هو وسطياً 500 ل 1000 مل بالساعة إذا ما في ADH مفرز ممكن توصل للتر بالساعة فلو شرب مثلاً وكانت كريعة تطرح عنده 500 مثلاً فهذا بيطرح 12 لتر باليوم لو شرب 14 لتر 12 انطرحوا واللترين تراكموا في يوم عن يوم الصوديوم عنده حينزل كيف أنا بعالج هذون المرضى بيمنعهم يشربوا الماء ببساطة بحرمون من الماء وبالتالي الصوديوم عنده أو الكلية هتطرح الماء الزائر عنده تدريجياً وحيطلع الصوديوم عنده وربما يكون في خطورة الصعود السريع لأنه ADH أصلاً مثبت عن ذلك المرضى الحالة الثانية اللي هي إيوفوليميا المرضى اللي هي Low-Date Solid Intake مثل ما أن الكلية بتعتمد على المنحلات لتقدر تطرح معه المريض في هالحالة هون ما عم يكون مضبوط مثالين حتشوفهم بسلايدر بعده إما التي أنتو اللي هي المتلازمة الشاي والكعك يعني بيشرب شاي ويأخذ كعك اللي ويكون كمية الحريرات اللي عم يأكلها قليلة بحيث تصبت جوعه بنفس الوقت ما تعطي منحلات زيادة ويشرب موية زيادة اللي عم يشرب شاي أو هي البربوتامانيا اللي هي ذهان شرب بيرة عم يشرب بيرة اللي هي فيها شوية منحلات فيها شوية حريرات بس ما هي بروتينات عالية ومنخفضة اليورين تبعه ديليوتد الـ ADH يمثبت على الآخر حاجة الحجم المعايي الطبيعي عند هذول المرضى ايوفوليميك زيادة شرب الماء عم يخلي والهايبوتامانيا ربما يصير عندهم سيادش نوعا ما سيادش بسبب النوزيا أو الغثيان لو صار عندهم حالة نقص حجم ربما يتحرد شوية إطلاق السيادش وبالسالي بيسهل إنسيمامهم بالماء لما بتزيد كمية الماء اللي عم يتناول عن قدرة الكلية عن طرح الماء بهالحالة حيتطور عندهم نقص صوديوم كيف أنا بعالج هذول المرضى بإني خليهم يأكلوا زيادة بإني أنا أمنعهم من شرب الماء الحر وخليهم يأكلوا منحلات ضيف عليهم البروتين مثلا أو حتى بعض الأملاح ربما صودي أو غيره لحتى خلي الكلية عندهم تقدر تطرح الماء المتراكم بالجسم هيا أضرب مثال عن لو كان المريض مثلا هون منخفض لـ 250 ملي أوزمول مثلا إنسان ما عمي إلي لياكل إن الحمية الغربية بتحقي على 800 بتقدر تنتج 800 ملي أوزمول بالليوم بهالحادة إنسان ما عم يأكل بشكل جيد عم يأكل فقط ما ينتج 250 ملي أوزمول يعني تلت المقدار اليومي من الأكل فلو كان الكلي عنده عم تقدر تمدد البول لـ 60 ملي أوزمول بالليتر فمعناها الميتين وخمسين ملي أوزمول حيقدر ينجو فقط 4 لتر بالليوم 250 تقسيم 60 حول ثالي حيطلب 4 لتر من الماء فلو المريض هذا عم يشرب 4 لتر وعم يأكل 250 ملي أوزمول وعم يأكل أكل اللي عم ينتجو 250 ماء يعني علبة من البير هذول يطلعوا أكثر من 4 لتر فلو يشرب أكثر من هذول في اليوم حيقدر يطرح الأربعة ويتراكم عنده هذا اللتر الماء ويوم عن يوم حيتراكم اللتر الزيادة وينزل تركيز الصود المترجيين وممكن ينزل المقادير متخفضة جدا بعد شهر مثلا تصل 110 105 لأنه ما عم يقدر وبالتالي بقدر ساعدهم أنه يطلحوا الماء الزائق كمثال أنه عندي كل 10 قدامات من البروتينات ممكن تنتج 50 ملي أزمول من اليوريا حكينا هالكلام هذا بأنه مرة تانية انخفاض المحتوى البروتينات بالطعام يقدر يخفض قدرة الكلية على طرح الماء المثالين الأشجع تي أنتو سيندروم والبير بوتامانيا البير بوتامانيا معناتها البوتو هي كلمة اللاتينية معناتها الذهان المانيا فشرب الكحول أو البير بالذات ذهان شرب البير هذا هو ترجمته بمعنى آخر شرب الزائر للبير الحالة الثانية اللي هي عدم القدرة الكلية على طرح الماء أنه عندي فعندي عدم GFR أقل من 15 وقلنا أنه نحن وسطيا الكلية بتطرح عشر بتقدر تطرح ماء حر بنقدار عشر من GFR فعلى مقدار GFR 15 بتقدر تطرح الكلية لتر ونص ماء مثلا فشرب المريض للترين أو ثلاث لتر أو لترين ونص حيث راكم عنده لتر يوميا حين أصل صوديوم تدريجيا عنده الذانس كدين فييلر ممكن لا تقدر تطرح الكلية أبدا أي ماء حر بسمها الآزو ثين يريع فكينا عنها سابقا أو بالمحاضرة الثانية بحالات قصور الكلية المتقدمة مثل ما أنه ما عاد الفيزو برسين يقدر يشتغل ما عاد يكون عندي قدرة على التمديد والتكثيف كله يشتغل على أساس الأوزمولايت اللي ياخد المريض هلأ نجي على حالات فرط الحجم عندي قصور قلب احتقاني تقريبا 20-30 من مرضى قصور قلب احتقاني منها 304 بيصير عندهم هايبوناتريم يعني هذول المرضى هيصير عندهم إفراز ال-ADH والسبب هو انخفاض ال-effective arterial blood volume الحجم الفعال ضمن الشرعين هذا الحجم اللي بيروي الكليتين فلما بيصير عندي نقص بسبب نقص النتاج القلبي الكمية الدم الواصلة للكليتين منتفضة هذا الشي بيقلل بيخلي الكليتين تحس انه في عندي نقص حجم وبالتالي بيصير تفعيل الراس وبنفس الوقت بيصير في إفراز ال-ADH وال-ADH اللي مفرز بيخلي طبعا الراس بيخلي الالدوستيرون بيخلي حبس للماء إضافة أنه قصور القلب متقدم ممكن يحرض العطش وبتيب يشرب مريض سوائل الحرة أو الماء الحر فبيتراكم عنده الماء بالجسم وما بيعد بيقلي يتراح الماء شدة نقص السوديوم تتناسب مع شدة قصور القلب لما كان متقدم أكتر كلما كان على مئنذارية أسوأ نقص السوديوم تحت 125 تدل على إذا كان قصور القلب يترافق ماء السوديوم يصل إلى 115 لعنامة إنذار سيئ لهذول المرضى ما في برهان بيقول أنه صلحنا السوديوم بنفسه رح يحسم إنذار مرضى قصور القلب وإن كنا نحن بالممارسة بنعطي المرضى بعض الأدوية لحتى تصليح السوديوم بس ما في بيقول أنه تصليح السوديوم من هذول المرضى بحسن من النتائج السرية عند هذول المرضى تشمع الكبد آلية مشابهة تماما في عندي توسع وعائي يؤدي إلى انخفاض كمية الدم الواصلة إلى الكليتين وبالتالي بيصيف عندي تفعيل الرأس إضافة إلى تفعيل الADH الADH بينفرز وبالتالي بيحرد نقص السوديوم نقص الكبد حتى 25% بأحد الدراسات وكمان عنامة انذار سيئ وللأسف تصليح ما هو بترافق مع تحسن بالانذار الهايبوفوليميا نقص الحجم الحقيقي لما يصيب عندي نقص حجم حقيقي مع يؤدي إلى إفراز الADH المريض لما تشرب سوائل زيادة تعطيه سوائل منخفض التوتر الحوية مرضى الإسهال سوائل آيزوتونيك مثلا أو فيها ملح أو فيها منحلات لما تعطيهن سوائل هايبوتونيك حيصير في عنده نقص للصوديون لأنه في عنده ADH أصلا منفرز بشكل كبير بهدول المرضى عادة الـ بيوين بيكون عالي لأنه في عنده نقص حجم بيكون يوريك أسد عالي كمان بيكون عنده نقص حجم لماذا أنا أقول هالكلام لأنه ممكن أنت بمعضل حالات لأن تحتار بالمريض سيادج versus هايبوتونيك بتطلب الـ بيوين بتطلب الـ أسد إذا كانوا عاليين بيتماشى مع هايبوتونيك إذا كانوا متخفضين بيتماشى مع سيادج شو سبب الـ نان رينال أو رينال رينال بسبب الإدرار بسبب الإدرار الحلولي أو سبب المدرات فرط الإدرار السوق السلطاني المدرات أو نان رينال بسبب الضياع مثلا الهضمي أو النزف سواء نزف أو قياه أو إسهالة يورين صوديوم مفيد جدا بها الحالة بالنان رينال أقل من 30 بيكون باستثناء حالة الـ ربما أنه بيكون الصوديوم بينطره مع وبالتالي بيكون تكيزه عالي وبالتالي هل المدرات هل المدرات بتترافق مع نقص الصوديوم نعم في عندك نوعين من المدرات المشهورات الثيازايد وفي عندنا اللوب ديرتك عادة الثيازايد بيخرد نقص صوديوم خاصة عند المسنات المريضات المسنات اللوب بادي ماس انديكس بيكون عم ياخدوا مدرات ثيازيدية فهدول المدرات شو قاليته أنه أول شي بتعمل نقص حجم ممكن يعمل الدرجة من الADH بسبب الهايبوفوليميا ممكن تعمل نوزيا مثلا وإضافة إلى أنه هدول المدرات هل المدرات بيتداخل بآلية تمديد البول وبالتالي عدم قدر الكلية على تمديد البول وبالتالي عدم قدر الكلية على طرح الماء فآلية متداخلات معا مثل ما أن مسنات سبعينيات بيكون عادة عم ياخدوا مدرات ثيازيدية فأنا لما بجيني مريضة نقص صوديو مع العيادة من هذا النمط أول شيء يبقى فأنا إذا في هدول ثيازيد لازم وقفه من أدويت مدرات العروية عادة بتترافق مع مقاومة عمل البيزوبرسين أو الارجيني فيزوبرسين إضافة لأنه بتنقص من الهايبرتونيك ميديولا وبالتالي عادة بتنقص من تأثير الADH مرضى المدرات العروية وغيره لما بتكون في فرط إضرار عادة بترافق مع هايبرنترينيا مش مع هايبونترينيا مع الحالة المعاكسة تماما نجح للحالة الأخيرة من حالات الترو هايبونترينيا هي بتكون EO Volumate هي السيادش مترازمة الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد للإضرار هلأ ربما إذا هذا سلايد حطيت في تلخيص لهذه المترازمة أول شي فيه هلأ مصطلح الجديد هو السياد versus السيادش مترازمة للإدرار غير الملائم فقط تمييزا لها عن الإفراز غير ملائم للADH ما حق أخذ بكتير التفاصيل الـ E-Volumia أول شي هذول المرضى بيكون حالة الحجم المعاكس بالتعريف عندهم طبيعية ما عندهم نقص حجم أو فرط حجم هاي رقم واحد لازم ننفي severe hypothyroidism اللي هي قصور الدرق المتقدم اللي هو الكومة تبع السبات القصور الدرق ولازم ننفي عندهم الـ Adenine E-Sufficiency لأنه اثنين هاتم لو كانوا موجودين بيعملوا حالة شبيهة بالسيادة هنشرفها بعضين هذول المرضى هايكون السيروم عندهم صوديوم منخفض هايكون عندهم أوزموليت متخفضة هتروح hyponatremia اذا طلعت على البول الصوديوم طبعهم طبيعي أو عالي لأنه ما عندهم مشكلة حجم شو ما عطيتهم صوديوم هايطرحوه والـ osmolality بالبول عالي هكينا انا اول شغلة بتطلع على osmolality بالبول بعرف اذا كان ADH عام ينفرز او لا فهاي معايير تشخيص السيادة لازم امفي انا كل الاسباب التانية هو diagnose of exclusion في عندي انا خلل بالosmol regulation بتنظيم الosmolality عام يسبب افراز الADH بغير متناسب بشكل غير متناسب مع عدولية البلازمة وبالتالي هذا عام يؤدي الى بول مركز فهون في عندي افراز غير اوزمولي للADH عكس مثلا هايبوفوليميا نوزيا بين مثلا هايبوفوليميا سبب النوزيا والبين الغثيان والألم خاصة بعد العمل الجراحي مثلا بيؤدي الافراز الADH اذا كان في عندي حادث عصبي بيعي اصابات العصبية بتأدي الافراز الADH سرطانات امراض الريئة والأدوية اللي يتمحرض الافراز غير المدائم الADH هذا الجدول بلخصهم ربما ما حقولهم بالتفصيل السرطانات ربما سرطان الخلية سرطان الريئة غير صغير الخلية لا أذكر ممكن يترافق مع افراز الADH امراض رئة عموما سواء جرثومية او الفيروسية ممكن تسبب افراز الADH الاصابات العصبية عموما بترافق ربما مع اصابات الADH سواء كانت امتانية او رضية او نزف تحت عنكبوتية الHIV والأدوية طبعا ما ان الأدوية كمان هي بتسبب افراز الADH في صايد عنهم التشخيص انه بيعتمد على اني انا في عندي نقص بالاوزمويت بالبلازما البول مركز حيوية اعلى من 100 ايو في عندي سواء حجمي الصوديوم بيكون مرتفع لانه ما عندي مشكلة بحبس الصوديوم لانه المريض ما عنده مشكلة وغياب التشخيص التاني اللي بتسبب او تترافق مع حالة شبيهة اللي هي الادلين بالذات والثايلويد بيكون بتويتر او طبعا الكرية بيكون سليمة وما في عندي استخدام المدرم الى في شروط تدعم سبتيمنتري كريتيريا بسمها او هي شروط تدعم التشخيص اول شي في عندي الابنورمال ووتر لودين تيست في عندي اختبار تحمل الماء الشي الطبيعي اذا انسان بالغ شرب 20 مئل للكيلو من الماء مثلا وزنه 70 فضرب 20 انا اعطيته لتر ومصف ماء فلازم يطرح منهم 90% خلال 4 ساعات فاذا ما قدر يطرح هدول 90% خلال 4 ساعات ما عاتف عنده سبب ما قدر يطرح هو الاد العالي هذا الاختبار باستخدمه مشان ميز السيادش عن متلازمة الريسيت أوزمو ال أوزمو ريسبتر انه في بعض المرضى بيكون عندهم نقص صوديوم مزمن بسبب انه الأوزمو ريسبتر متعودين على حلولية منخفضة مثلا الصوديوم دائما 130 129 هدول المرضى اذا عطيتهم نقصلون حلوية البلازما باني ححملتهم مع عطيتهم تحميل مثلا لتر او لتر ونص لو كان عندهم سيادش ما حيثوا يطرحوا هذا الماء فهذا التيست ممكن استخدمه بعض حالات معينة هل أنا بقدر لأعمل عاير سيروم بيزر برسين لبل للأسف هذا الشي مو متوافر وإلو كتير مشاكل وبالتالي ما فيني أنا اعتمد هذا المعيار كما له فائدة سريرية كتير صراحة المرضى هدول عادة بيكونوا هايبو يوريسيمي يعني بيكون حمض البول عندهم ونخفض أو أنه أنه أطراح حمض البول عندهم يوريسيمي بيكون عاية لأنه هذا عكس الهايبو والهايبو واليوريا طبعا كمان نفس الشي يكون منخفضة بالهايبو واليوريا بيكون عالية هذول المرضى لما بيكون في عندهم لما بتعطيهم عجم تعطيهم نورمال ثاني بنخفض تركيز السوديم عندهم أو ما بيتغير ما بيتحسن هي كلها تدعم التشخيص وعادة هذا الشي بيصير قبل ما يطلبوا استشارة الطبيب الكليا متخصص بيكون هن يعتبروا نقص حجم الطبيب الجناح بيعطي سيرومات وبينقص تركيز السوديم فبينتبه أنه لا يكون في عنده سيادش مثلا فلما بيجي أنا بشوف المريض هذا بيدعم تشخيص أنه هذا مريض ما تحسن على السيرومات الملحية أو سا عنده نقص السوديم بسبب السيرومات الملحية شو مشكلة السيروم الملحي بمرضة السيادش خليني اشرح هذه الظاهرة بيسموها دي سالينيشن أنا بيعطي سيروم ملحي للمريض السيادش وبالتالي بنقص تركيز السوديم رح أضرب لكم هذا المثال أن المريض عنده السيادش عنده تركيز السوديم 120 عنده اليرون أوزمولاريتي عالية لأنه الادح عم ينفرز عنده بشكل مستمر وبالتالي ما بشكل مستمر الالأوزمات باليرون عالي أعلى من البلازمة ونفرض أنه 256 دوما ما عم يقدر ينزل عن 256 لأنا عطيته 1000 مل آيزوتونيك سالين يعني السيروم الملحي النظامي هو لتر سيروم الملحي النظامي هذا يحتوي 154 ميك صوديوم فبداية البلازمة سيطلع لأنه البلازمة صوديوم الذي عطيته 154 ميك هو سيروم 120 فهيطلع بشكل تدريجي وبعدين يعني سيرتبع بشكل مؤقت بس الميت بحالة سواء حجمي بالتعريف فهدول كل 154 ما لن أي فائدة سيطرح الجسم بس قديش هيترح بكمية كم المقدار الماء اللي هيترح هيترح فقط 600 من الماء هيترح لأنه ما لن يحاج لدي سواء حجم هذول زيادة عن الجسم أنا كيف أعرف هذول 600 من إجوني خليني أرجع لكم 256 ميك اللي هي المقدار الحلوية الليورين ما عم يقدر ينزل الليورين عن من الصوديوم البوتاسيوم بحاجة بقدر يطرح لتر من الماء لو أنا عندي 154 فقط 154 ضرب 1000 على 255 هيترح 600 فقط فأنا لما أعطيت لتر من الماء 154 كل هم طرح من اللتر للماء 600 مل نطرح وبي عندي 400 مل نضاف لكمية الماء المحتبس بالجسم كيف هيتر على الصوديوم هذول بتطلع أنا على محتوى الماء من الصوديوم محتوى الماء من محتوى الجسم من الماء فالفرق نفرد نحن يعطينا لتر لواحد مع السيادة نفس المريض هذا المريض وزنه 80 هديش محتوى للجسم من الماء هو 80 ضرب 0.6 فبيطلع 40 هديش محتوى الجسم من الماء 120 اللي هو تركيز الصوديوم الأصلي ضرب 48 سيطلع 5760 ميك صوديوم عنده طيب شو التركيز الجديد للصوديوم هيكون 5760 لأنه هذا هو المحتوى من الصوديوم الماء واربعة واربعة ومسين عطينا هن كلهم ضرحوا ضرب أو تأسيم عفوان 48 لتر اللي كانوا موجودين زائد 0.4 لتر عطينا هن هن احتبسوا من اللتر السالين اللي عطينا هي 5760 لتر سيروم ملحي كان الصوديوم عنده 120 صار الصوديوم عنده 119 كلمة السر هن انه 154 ميك صوديوم اللي عطيتهم باللتر حيروحوا كلهم وما حينطرخوا باللتر ما حينطرخوا بأقل لأنه حلولية الورين هن أعلى من حلولية البلاتين بالنسبة لمتلازمة سيربر صالف واستينج اللي هي المتلازمة سبب إصابة عصبية حالي نادرة ما هي شائعة سبب إصابة عصبية بتأدي إلى طرح زائد للملح من الكليتين هذا شي هيترافق هيتلوب عندي نقص حجم معاي Volume Contraction هذا هيحرر الADH أو AVP وبالتالي هيوصل لعندي أنه يصير في عندي حبس للماء ونقص صوديوم شديد طبعا حالي نادرة تمييزها عن السيادش موسهل عادة مرضى السيادش يوفوليميك هدول المرضى بيكون هايبوفوليميك بس فيه أحيانا كثير بيكون يعني يوحد بديع بالتشخيص هاي هل في مهم أني أنا مريض نزف تحت عنكبوتية صار عنده نقص صوديوم مهم أني ميز هو سيادش أو سيبر صال واستينج بالحالتين أنا أعطي 3% لازم بس عموما احتمال يكون التشخيص السيادش أعلى بكتير من احتمال يكون سيربر صال واستينج إذا كان نقص حجم صريح فهذه سيربر صال واستينج سندروم التدبير على حالتين 3% بالحالات العادة وبعد يمكن أن نعوض الحجم إذا مريض يضيع صوديوم بهذه الكميات الكبيرة مرضى كوشنج أو مرضى السيرويد أو الجوكوكورتويد كورتويد ديفيشنسي بهذول الحالات في عندي أنا نقص صوديوم سبب وعدم القدرة طرح الماء الفر والسبب أنه في عندي زيادة بإفراز ال-ADH ليش ال-ADH عم يكون يفرز بشكل كبير بهذول المرضى في عندي أولا هايبوفوديم يا مرضى الكوشنج أو نقص وعوز للكورتزول وال-ACTH الكورتزول وال-ACTH بحد ذاتهم مسببتات لل-ADH لأنه اللي بيفرز الرح بيشوفوه بالسلايد البعض اللي هو الهرمون النخامي أو الوطائي اللي بيخلي ال-ACTH ينفرز والكورتزول ينفرز هو بنعمه لل-ADH فالكورتزول وال-ACTH هم مسببتات لل-ADH فلما بيغيبوا اتناتهم ال-ADH بنفرز بشكل اعلى فهدول المرضى حتى لو عوضتنهم للحجم ال-ADH ما حيتثبت لازم تعطينهم الستيرويد حتى تثبطنهم مرة ثانية ال-CRH اللي هو الهرمون اللي بيحرر ال-ACTH وبيحرر بعدها الكورتزول هادر هادر el-hormون هو بنعمل ال-ADH بنفرز من نفس النواات فانه فانا بدي ثبت افراز ال-ADH بحالات عواز ال-ACTH أو عواز ال-CRH أنه لازم صبّط بالسيرويدات نفسها لتعمل تثبيت ال-ADH تعويض الحجم بحد ذاته وما بيكفي عموماً مرضى كوشنج أو نقص السوديوم المخرط بكوشنج ما بيخبي حاله بيكون بوتاسيوم عالي بيكون عندهم فيفر حمى مثلاً فما بيكون تشخيص صفيقي صعب عن حالات السيادة مرضى العواز المنير الكورتكويد بيكون في عندي أنه نقص حجم حقيقي السوديوم العالي البوتاسيوم عالي نقص حجم يوريا وكرياتينين هدول بيكون في عندي نقص حجم هول عم يحرد إفراز ال-ADH ولازم نعوض الحجم لحتى صليح لأنه شوية بيختلف عن مرضى كوشنج أو مرضى عواز الكورتكويدون فقط الحالة الثانية من تشخيص التفريقية السيادة هي السيبير ميكسويديمة كومة اللي هي الوذمة المخاطية بيسموها قصور الدلق الشديد مو أي قصور الدلق لازم يعمل يعمل نقص صوديوم أو يفسر نقص الصوديوم شو سبب نقص الصوديوم بهذه الحالات هو الامتفاض الشديد للنتاج القلبي يؤدي للنقص مستخدم للـADH مثل مرضى قصور القلب وهذا الشيء يترافق مع نقص بالجي إف آر وعدم القدرة على بنقص مقدار البولي اللي بيوصل للديوتينج سيجمنت أو في نيفرون وتماعة القدرة تقدر تتمدد البول بشكل جيد كيف ممكن أنا عاكس هذه نقص الصوديوم اللي نعود الهرمون اللي هو هرمون الدلق حالة فريدة من حالات نقص الصوديوم هي البوست إبريتب اللي هي بعد العمل الجراحي بيكون في عندي أنا إعطاء زائد للماء سواء منخفض التوتر الحلولي سواء النصف نظامي أو سكري بيكون في عندي درجة من الـADH من السيادتش أو درجة من إفراز الـADH بسبب النوزي أو البين هذا الشيء بيخفف من قدرة الكلية عن طرح الماء هذه الحالة شائعة بالأطفال وحالة شائعة كمان بالـ Young Female بأعمار الولادة أو عمر الحمل اللي هي بالـ 15-35 تقريباً وقد تترافق مع نقص صوديوم شديد وخطير وربما يترافق بالوفاة في بعض الحالات فمرضى العمليات الجراحية انتبهوا عن موضوع الصوديوم ما تعطيهم مرضى إذا كان خاصاً نوزي والفومنتينج موجود ما تعطيهم سوائل منخفض التوتر الحلولي حالة ثانية من حالات نقص الصوديوم يسموها Exercise Induced Hyponatremia نقص الصوديوم المحرّض بالجهد هذول المرضى بيكون في عندهم الماراثون أو أشخاص بيرقدوا الماراثون بيرقدوا كثير بيكون في عندهم تعرق شديد لحالات يعني بيرقدوا 10 كيلو وكذا بيشربوا ماء حرش يعني ويعودوا بالماء العادي وهذا خطأ ال-ADH ينفرز بسبب الألم ربما بسبب النوزيا الفومنتينج فبسي عندهم درجة من السيادة ماء زيادة إضافة للتعبخ الشديد حيخلي عندهم لما بيشربوا ماء الصودي ممكن ينزل عندهم إلى درجة شديدة ويترافق مع عراض عصبية شديدة وممكن يترافق مع الوفاة فهدول المرضى لما خاصة بالصباءات الكبيرة بيكونوا مجهزين حالهم له الموضوع ما لازم يشربوا الماء الحرش بيشربوهم الجوتيريت بيسموها أو الجوتيريت اللي هي السوائل بيكون فيها شوية مثل المياه الغازية فيها شوية صوديوم وفيها شوية أملاح وبيحذروهم من شرب الماء الحرش ماذا عن نقص الصوديوم المحرض بالأدوية؟ أشع أدوية مسببة لنقص الصوديوم حكينا الثيازايد حكينا الثيازايد في الأدوية العصبية المثبت للسسر آي هي تبعا السيروتونين مشابهات سيروتونينية الأدوية النفسية هاي كلها ممكن تساوي نقص صوديوم بسبب أنه هي بتشابه بالسسر آي تطلق الـ ADH الثيازايد حكينا عن الميكانيزم تبعه هي خليط نقص الحجم مع عدم نقص قدرية الكل على تمديد البول هلأ لما بنعطي مريض ديزمو برسين هاي شرحها بسلايد مستقل هاي ممكن تعمل نقص الصوديوم عن هذول المرضى إذا كانوا عمشربوا مويزائي في مرضى مثلا المدر المسنين أو حتى أطفال نعطيهم ديزمو برسين ينخفر في الإدرار عندهم إدرار الليلي بالذات بسبب عمشربوا مويز زياد ممكن سنعرف في عندهم نقص صوديوم عموما الـ ADH إذا عطيته بشكل خارجي ممكن يترافق معنا الصوديوم الفيزو برسين حكينا لمشابهاته هاي ربما بعض الأدوية بتشابهوا الأدوية العصبية والأدوية بتعزز إطلاقه ربما هذول معظمها الأدوية النفسية حقيقة الإكستاسي اللي هي أحد المنشطات هو أظن منشط أنفيتاميني MDMA بحفلات بسمها الريج حفلات يكون رأس ويأخذوا هذا المنشط بيزيد الحميمية عندهم بيطلق سيروتونين بيصير تعرق زياد شديد بيشربوا ماء زائد حر بيتعرضوا خاصة الشابات عندهم الصبايا إذا شربوا الماء ممكن ينخفرهم بتركيز الصوديوم بشكل كبير ويترافق مع أراضي عصبية ووزمة دماغية شديدة ممكن ترافق مع الوفاة بها الريسة أوزموستيت سندروم حكيناها لما حكيت بدعم تشخيص السيادة هدول المرضى بيكون في عندهم الأوزمولاليتي ثريشول اللي هي بتثبت إفراز الأي دي إتش منخفضة يعني بيتم الصوديوم عندهم حوالي 130 129 الأوزمولاليتي تبعهم بتنزل الـ 270 ولسه الأي دي إتش عم ينفرز بس إن نزلت على الـ 270 ربما مثلا متعودين على هذا الرقام الأي دي إتش كيف بميزهم عن مرضى السيادة الحقيقي مثل ما أنا بعمل الـ Water Loading Test بحملهم بالماء بطلب منهم شرب الماء مثلا 10 إلى 15 أميل للتر للـ KJ يعني 70 كي جي مثلا 70 كيلو وزن المريض ضرب 15 بخليه شرب لتر ماء أنا قلت لتر ماء خلال المحاضر لتر ماء فهذا اللتر لازم يطرح منه 800 إلى 900 خلال أربع ساعات إذا قدر يطرحهم معناتها Reset Osmostate Syndrome إذا ما قدر يطرحهم معناتها هات عنده سيادة في حالة من حالات طبعا الجراحية لمرضى البروستيت أو مرضى الـ Euterine Surgery خلال الجراحة يعطوهم مثل Glycine أو Sorbitol أو Manitol هذول Irrigation Solution هي سوائل الرغيشن التروية مثلا مرضى البروستيت أو الـ Hystoscopy أو Labroscobic Surgery ممكن يصير في تسريب لهي السوائل هاي السوائل تعمل نقص صوديوم ده بنفس آلية نقص الصوديوم الـ Hyberglycemia بيعمل زيارة الحلولية وبيسحب الماء من داخل وخلال بيعمل نقص صوديوم ربما يكون عابر أو شريد حسب شدة الحالة وقف إعطاء هذا الدواء وبعدين الكلية حتى تترحول زي كلية سرينيو وبالتالي ممكن يترهجع بحد ذاته حكينا أنه إعطاء الـ A في الـ Desmobrasine أو الفيزوبرسين الخارجين لمرضى البوال أو مرضى الـ Diabylis Insevidis بالمناسبة إذا مريض عنده بوال بيلي يتفيها عصبية العلاج هو أنك تعطيهم Desmobrasine بس لو هؤلاء المرضى عطيتهم Desmobrasine وخليت سامحت لهم يشرب ماء زيادة ممكن يتطور عندهم نقص صوديوم شديد أحد الزملاء أصر أنه يسألني هذا الموضوع بمحاضرة ثاني ربما هذا الموضوع يتعلق لمحاضرة فرط الصوديوم بس خلييني عرج عليه بس سريعة هلأ ولاحق من نحن عادة مرضى الـ Diabylis Insevidis بحافظة على صوديوم طبيعي من خلال شرب الماء الزائد لأنه نواعيين وصاحين فلو صلحت لهم المشكلة الأساسية عندهم أنني عطيتهم Desmobrasine أو طبع النقص الزائب كان عندهم نقص Neurogenic Diabetes Insevidis اللي هي البيلة التي فيها الدماغية للمنشاء ولسا تنعي نشرب ماء زيادة حتى لهم عطشان نشرب ماء زيادة حيث عندهم نقص صوديوم شيء شبيه فيه تماما هو الأكسيتوسين الدواء لأطباء النسائية يستخدمون لتحقيق المخاض هذا الفيزو برسين الحمضة الأمينة هنا لوسين هنا أرجينين وهون الفينيرامين هنا الأيزولوسين هذا هو الفرق الوحيد بين السلسلتين وتعي الأكسيتوسين بتركيز عالية يشتغل على مستقبلات الفيزو برسين ويعمل نفس التأثير ويحفز الصوديوم يعني يحفز عفوان الماء يمنع الكلية من طرف الماء فبالتالي مرضى المخاض المريضات المخاض الواحد ينتبه أنه أول شيء تمديد الأكسيتوسين يكون بسوائل ملحية أو LR مثلا ما يكون بسوائل سكرية ولو يقدر يستعمل التراكيز المركز يعني 50 مائل ويستعمل مضخة يكون أفضل غياب المضخة بو من طريق يستعمل لتر مثلا يفضل يكون لتر ملحي وليس لتر سكري وإن كان لتر الملحي بتراكيز عالي الأكسيتوسين هيوصل لنفس النتيجة بس مهما تكون بتكون أفضل من لتر السكري ناقشت مع أحد زملائي مع طباء نسائية المخضرمين قال لي إنه الحالي ما نشائع على أنه التراكيز اللي بيستخدمه من الأكسيتوسين أصلا ما هي عالية حسب الابتو ديت أنت حتى توصل لهذه السمية بالأكسيتوسين لازم توصل تركيز 40 ملي يونت بالدقيقة وهذا الشي ما نوصل له عادة أنه أكتر شيء بيستخدمه هو 20 وربما أعلى بشوي عموما لو شفت هالحالة ذكر أنه نقص الصوديم عند هاي الحامل اللي هي بحالة مخاض هو محرض بسبب الأكسيتوسين اللي عطيته فوقفه أو خففه أو يعني انتبه هذا الموضوع إن شاء الله شيء شائع بالممارس يعني نفس السلايدات عاملتها طريبا بس مش أنتذكر أنه المريضة ذخت بالمخاض كان صوديم طبيعا عندها عطيتها أوكسيتوسين زودت لها عطيتها لتر سكري فاليوم الثاني السكر تبع 116 ليش لأنه انت عطيتها أوكسيتوسين عالي كأنك عملت لها سيالة بنفس أظنه هذا ربما المحاضرة متنوعة كان بالحالات هذه هو التشخيص التفريقي لحالات نقص السوديوم نستمر معكم بالمحاضرات القادمة إن شاء الله نحكي عن اختلاطات العصبية لنقص السوديوم سواء سببها نقص السوديوم أو التعويض السريع لنقص السوديوم السلام عليكم